بسم الله الرحمن الرحيم Concentration of solutions Concentration أو التركيز is the amount of solute كمية المذاب present الموجودة in a given amount of solvent في كمية محددة أو معينة من المذيب or a given amount of solution كمية محددة من المحلول Concentration إجماعة الخير is an intensive property وهذا خذيناه في شابتر 1 صح it does not, شنو معنى intensive property it does not depend on how much of the solution is present ما يهمنا اش كثر عندنا من السلوشن هذا ما يأثر على الconcentration بمعنى لو أنا عندي glass وعندي فنجال الفنجال فاضي والقلاس هذا فيه شاي تركيزه خلنقول 1 مولر وصبيت من الشاي في الفنجال الفاضي وصار عندي شوية شاي هنا في هذا الفنجال كم تركيز الشاي اللي في الفنجال 1 مولر إذن لما غيرنا الكمية كمية solution بكبرى ما تأثرت الخاصية ظل نفس ما هو التركيز هذا معنى كلمة intensive property شلون أقدر أأثر عليها أني أغير 1 من الاثنين أغير كمية السولفنت أو السوليوت لكن أني أغير كمية السولوشن بكبرى لا هذا ما يأثر عليها نوع من أنواع التعبير عن الكنسنتراتيشن أو التعبير عن تركيز اسمه المولاريتي مولاريتي أو المولار كونسنتراتيشن نفس الشيء نفس المعنى ورمزها تعريفها تعريفها هو the number of moles of solute per liter of solution يعني N من المذاب أو السوليوت عدد المولاريتي المذاب على الحجم باللتر للمحلول أو للسولوشن كله هذا تحفظونا طبعا أعيني سؤال بالامتحان يقولي how many grams of potassium dichromate وعطاني potassium dichromate are required to prepare 250 ملي هذا الفي solution which أو whose concentration is كذا كذا مولار هذه المولاريتي معناتا هو يبيني يستخدم قانون M يساوي N على V باللتر وتلاحظونا هو عطاني المولاريتي وعطاني الحجم معناتا الشغل رح يكون على N فرح أقول N تساوي M ضرب V باللتر وعطاني هذه الفوغ خلاص ورح تساوي المولاريتي عندي 2.16 ضرب V باللتر 250 ملي لكن اضرب ها بعشرة أو السال بثلاثة ليش عشان احول من ملي الى لتر سيطلع ويا عدد المولات 0.45 مول لكن هل هو المطلوب شيكو شون المطلوب يقول how many grams مولات مولات منه من K2 CR2 07 ضرب وحط تحت واحد مول من K2 CR2 07 وفوق احط المولار ماس مالة هذا المركب فرح اقول 2 ضرب 39 0.1 زائد الكروم افتكر ب52 وهذا كلام الجدول الدوري ضرب 2 لان عندنا كروم تمام تمام يلا نكمل شنو بقى 7 اكسيجينات زائد ماكو مكان خندلني هي لحظة زائد 7 ضرب الوكسيجين الوحدة ب16 وراح يكون هادا grams من من السلوشن والناتج يطلع وياي grams of K2 CR 207 في هادا السؤال يقولي اكميست needs to add كذا كذا جرام من C6 H12 أو 6 بالامتحاني اعطونكم الصياغ لا تحتون to reaction يبي ضيف هاذ الكمية من الجلوكوز الى mixture calculate the volume يبي Volume من مولار أعطاني المولار مال لغلوكوز سلوشن اللي لازم أضيفه أقوله سهلة نحن دم المطلوب ال V ال M يساوي عندنا N على V باللتر صح هذا مطلوب وهذا معطى معناته لازم أنا أتعب على عدد المولات عدد المولات بسيط عندي هنا 3.81 جرام of C6H12O6 أضربها بشنو أحط تحت جرامات الكلوكوز وفوق 1 مول الكلوكوز عشان أحولها إلى شنو إلى مولات تعالوا نحط تحت المولار ماس رح أبدأ من هنا عشان يكفيني 6 ضرب 12 اللي هي الكربونات زائد 12 هيدروجينة زائد 6 أكسجينات ضرب 16 اللي هي المولار ماس هذا كله نأخذه من الجدول الدوري وسكر القوس رح يطلع وياي 0.021 مولز of C6H12O6 طلعنا عدد مولاته الحين أقدر رح سيباني حجم باللتر من هذا القانون فراح أقول V باللتر يساوي N على المولارتي يساوي N حطيناها 0.021 والمولارتي معطيني إياها اللي هي 2.53 3 معناته رح يطلع وياي الناتجة جماعة الخير 8.36 ضرب 10 والسالب 3 شنو الوحدة؟ لتر لأن هذا V باللتر لكنهو طالبها بالملي لتر أقولها بسيطة تبيها بالملي لتر تيك بالملي لتر هذا 8.36 ضرب 10 والسالب 3 لتر ضرب أحط اللتر تحت واحد لتر يحتوي على كم؟ 10 أو 3 ملي لتر عدل فتروح هذه مع هذه وتروح هذه كلها مع هذه فيصير الناتج 8.36 ملي لتر خلونا نشوف موضوع ثاني اللي هو الديليوشن أو التخفيف تعرفون التخفيف لما يكون عندك شاي ثقيل وتزيد الماء عشان يصير أخف أو يكون عندك بطل فيمتو وتزيد الماء عشان تقرر تشرب صح؟ انت قعد تخفف التركيز قعد تقلل التركيز إذن شنو الديليوشن أو التخفيف The procedure عملية preparing a less concentrated solution إنك تسوي أو تجهز أو تعد less concentrated solution اللي هو الأقل تركيز محلول أقل تركيز from من شنو من أمور concentrated محلول أكثر تركيز هني قانوني وايد بسيط الملارتي ضرب الحجم تساوي الملارتي ضرب الحجم وهني هذا هو القانون الوحيد اللي ما نحتاج نحول الحجم هني إلى لتر أمورك بسيطة كل الحجوم في الدنيا تيمشي هنيس كل وحدات الحجوم تيمشي ما في مشاكل مرة ثانية أقول لك إن هذه الملارتي قبل التخفيف في الحجم قبل التخفيف تساوي الملارتي بعد التخفيف في الحجم بعد التخفيف خنطبق عشان نفهم يقول لي how would you كيف تستطيع prepare أكذا كذا ملي أعطاني حجم of كذا كذا solution وعطاني ملارتي معناته هذا أقدر أسمي V1 أو V2 كيفي المهم من هذا يكون لنفس الرقم إذا هذا V1 هذا M1 ويبعض starting with أكذا كذا مولر هذه معناته راح تكون M2 stock of H2SO4 معناته المجهول الثاني هو شنو V2 شلون أقدر أحضر هذا الحجم من محلول هذا تركيزه أو العكس إذا عندي محلول هذا تركيزه شلون أقدر أحضر كذا كذا هذا الحجم الزبدة عاول رأسي ليش أنا حط القانون M1 V1 يساوي M2 V2 وهو عنده واحد مركز واحد مخفف ما يهمني أنا من المركز من المخفف يهمني أن أربطهم صحة بعض فراح أعوض راح أقول V1 أو M1 1.75 5 حتى لو كانت هذه M2 ما تفرق مزين ضرب خمسة ضرب عشرة أسة أثنين ملي تبه الوحدة بالملي يساوي M2 8.61 ضرب الحجم الثاني اللي هو مجهول أو حتى لو كان الحجم الأول مهم أنه رابط هذا بهذا وهذا الصح وهذا صديق هذا فراح أقول V2 يساوي 1.75 ضرب 5 ضرب 10 أسة أثنين تقسيم 8.61 ناتج راح يطلع إياي M1 1.6 ملي لتر هل أنا جاوبت السؤال وهو سألني ها وودي يو بريبير معناته شنو لازم يسوي لاحظ الحجم الأول اللي هو هذا 100 ملي والحجم الثاني 500 ملي شوفها 5 ضرب 10 أسة 2 يعني 500 معناته إجابة السؤال أني راح أضيف على المحلول المركز I will add شكثر من الواتر 500 ملي ناقص 101 اللي هي الكمية الأصلية عشان أوصل المحلول إلى 500 ملي وصير مخفف ملي أو ملي أو واتر يعني بمعنى آخر I will add شم هم 300 وتسعين وثمانية وتسعين بوينت فور ملي أوف واتر صارت الفكرة يا رب تكونوا استفدتا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر